الصف الماضي تحدثت الصحافة الاسبانية عن وجود عرض سعودي ليك في الدوري السعودي للرحيل عن ريال بيتيس هل هذا الكلام كان حقيقيا وهل فعلا رفضت عرضا سعوديا للبقاء في ريال بيتيس نعم لقد حظيت او كنت محظوظا بانني دربت في العديد من البلدان في الارجنتين وتشيلي واسبانيا وانجلترا نعم كان هناك شرط جزائي في العقد كان بمجرد دفع الشرط الجزائي كان يمكنني الرحيل ولكني لم اكن ارغى في انهاء تجربتي مع الفريق في الوقت الحالي اعتقد ان المؤسسة او النادي ريال بيتيس يمر بفترة تطور على المستوى الرياضي والاقتصادي اعتقد ان فترتي مع البيتيس لم تنتهي بعد هناك تطور يحدث ولم ارغب في ان ارحل ولهذا الامر كان بسيطا بالنسبة لي هل الصحافة الاسبانية تحدث تحديدا عن النادي الاهلي اهلي جدة الشعودي هل هو من كان يفوضك خلال هذه الفترة لدي وكيل اعمال هو الذي يتحدث في هذه الامور واذا كان هناك عروض من اندياء مختلفة فهو يتحدث معي حول هذه العروض ولكن اه هو معي منذ فترة طويلة من منذ عشر سنوات في تشيلي ولهذا اه هناك دائما عروض اذا كنت تتحدث عن عروض فهناك دائما عروض ولكنك تبحث عن اللحظة المناسبة لكي تخرج من النادي التي انت متواجد فيه